بسم الله الرحمن الرحيم الأخو الكريم الأخت الكريمة الله عز وجل يجري علينا الأقدار يجري علينا الخير والشر ويجري علينا الفقر والغنى ويجري علينا الحزن والغم والفرح والسرور وأنه وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا هل أدلوك على ما يمحو الله عز وجل به الحزن والهم والغم إذا نزل بك تأمل معي هذين الحديثين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مسجده الشريف فلقى أحد الصحابة في وقت غير وقت الصلاة واسمه أبو أمامة ما أجلسك يا أبو أمامة في غير وقت الصلاة هكذا قال الحبيب لسيدنا أبي أمامة فأجابه هموم لزمتني وديون يا رسول الله هموم وغموم وأحزان نزلت علي وجرى بها القلم فقال له الحبيب المعلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين هل أدلوك على كلمات إذا أنت قلتها أذهب الله همك وقضى دينك إذا أصبحت أي بعد صلاة الفجر وإذا أمسيت أي بعد صلاة العصر فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال أبو أمامة فقلتها فأذهب الله همي وقضى ديني هذه الكلمات لا تقال إلا وأنت موقن بها أن الله عز وجل سيجري بعدما قلت هذه الكلمات سيجري عليك الأقدار ويغير الحزن والهم بالفرح والسرور لا تقلها على سبيل التجربة ولكن قلها محبا بها قلبك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني عن أبي بن كعب وهو من أكابر الصحابة وكبار القراء في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إني أكثر الصلاة عليك أبي بن كعب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي إذا دعوت الله عز وجل لمدة عشر دقائق من أمور الدنيا والآخرة كم أجعل لك من هذه العشر دقائق صلى على سدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا لأبي بن كعب ما شئت فقال الربع أجعل لك ربع من دعائي صلى على سدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سيدنا ما شئت وإن زدت فهو خير فقال النصف أجعل لك نصف صلاتي عليك يا رسول الله أثناء الدعاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير فقال فالثلثين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير فقال أبي بن كعب الذي تربى في الدوحة المحمدية إني أجعل لك صلاتي كلها يعني بمعنى أنني إذا أردت أن أدعو الله عز وجل بما شئت من أمور الدنيا والآخرة لا أقول يا رب عطني لا أقول يا رب ارزقني ولكن أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة والجملة التي تكتب بمداد الذهب إذن تقضى دينك ويكفر لك ذنبك هاتين المقولتين وهاتين الجملتين إذا أنت قلتها موقنا بها قلبك الله عز وجل سيغير أحوالك من الحزن والهم والغم إلى سرور وسعادة والله عز وجل أيها الحبيب الكريم يجري علينا ألطافه في أقداره فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي الله عز وجل يغلف أقدارنا بلطفه ونسأل الله عز وجل أن يزيل الهموم والغموم وأن يبدلنا بها فرحا وسرورا وسعادة إلى أن ألقاكم في إطلالة جديدة نستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته